تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسويدانيا من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في السارقة على مستوى محاور طرق الموصلات بتوفر ضرفية تعدد استحضار مركبة وذلك بالاحتداء على الأشخاص باستعمال أسلحة وغاز مسير الدموع حيث أصفرت هذه العملية أن توقيف ثلاث أشخاص وحجز سيارة نوع فولزواجن وكاسترجاع درجة نرية نوع سيم وحجز ثلاث هواتف نقالة وقارولة غاز مسير الدموع بعد استفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف إلى أمام الجهات القضائية المختصة